موضوع البطاقة التموينية وتوفير المواد الغذائية الأساسية مع مادة الطحين غادرنا شو اللي يعني غادرتوها؟ مليونة مخازنة اللي كانت ملاعب مات طوبة اليوم ما كان نمني بي احنا استلمنا في وقتها كان اللي عندي خزين حنطة ما يعادلة ما العشر تيام اليوم انا راح اطب ادخل الموسم التسويقي واني عندي اكثر من مليونين طن حنطة والموسم التسويقي القادم ان شاء الله واعد احنا اليوم حيرين نعدل عدة للموسم التسويقي القادم هذا ضمن برنامج حكومي كامل عدت خزين استراتيجي ثلين مليون طن نعم وراح ندخل الموسم التسويقي واحنا اليوم هسا في صد التوزيح حصة شوف اليوم هو ادارة التسويق هذا ناتج محلي؟ كل ناتج محلي هذا المضال هم تطلنا بس عدس؟ لا احنا عدس هذا يعني هو ضروري عدس ما موهم استاذ نجم تصوم وتفطر بدون عدس اليوم عدس هذا الشيء احنا عدس على المكرم والعدس اساسي لا هو ليست مكرم هذا واجبنا استاذ نجم هذه واجبنا انه نخدم اهلنا اشتركوا للناس برمضان حصة رمضان اطلقناها حصة احتيادية ثم استهدفنا المواد اللي يستخدمها المواطن العراقي في رمضان لدعمه مباشر وكذلك السيطرة على السوق بدون التفاحة اللي هي الطحين الصفر لكل مواطن كيلو طحين الصفر والشعرية والنشة والمحكرونة هذان المواد اللي عندنا نقشر انه يصير صعود عليهم باقي المواد الزيت والدهن والسكر والطحين الحصة الاحتيادية والمعجون والبقوليات كلها موجودة بدأ توزيحها الخميس ان شاء الله بكرة عدكم نية طورون من البطاقة باضافة مواد اخرى احنا اليوم الرعاية الاجتماعية اللي وصل عددهم سبعة ومية عدد الحصص ميتهم اكثر وموادهم اكثر عدهم شاي وحليب اضافي وسكر كمية اكبر او زيت اعفوا المرعاية سبع ملايين شوي اول مأجينة كانت ثلاث ملايين ايه هسا اليوم الاستهداف قاعدة الرعاية الاجتماعية وصل الى سبعة ومئتين تقريبا سبعة مليون ومئتين هذولة لهم هاي الحصة التموينية اللي ياقذها المواطنين هادي وثلاث مواد اللي هي حليب وشاي ومضاعفة كمية زيت شكرا